لقد كان لكم في رسول الله إسعة حسنة لمن كان يرجو الله اليوم الآخر وذكر الله كثيرا نصرف بعد ذلك إلى كتاب الوضوء فهذا الكتاب من الرشد لأن بعض الناس يقول الفقه ليس فقه مجردا هو فقه يسترد إلى القاعدة العقدية ودائما نحن نسمي العقيدة وصول دين وصول حينما نتحدث عن الدين عن الفقه لا نتحدث عن إنسان لا يؤمن بالله هذا الذي لا يؤمن بالله لا شأن له بالفقه ما عنده علاقة بالفقه الفقه تطبيق لما اقتضته العقيدة فمن أراد أن يقفز إلى الفقه من غير عقيدة كان يعبثه هذا يتكلم على شيء آخر ولكن ليس عن الفقه الإسلامي فقه الإسلامي مرتبط بمعتقد وهذا المعتقد أيضا مرتبط أو يفضي إلى شيء آخر هو اعتماد وسائل للنظر الاستدلال ويتحدث هنا عن الاستدلال وخصوص في جانب العقيدة ويتحدث كذلك عن مصادر الاستنباط والاستمتاح بمعنى أنك لا يمكنك أن تمر إلى الحكم الشرعي مباشرة نجي من الزنقاء وتفوت للحكم الشرعي لا عقيدة يقينية هي تدفع بك إلى الطاعة والتزام هي التي تلزمك بالتكليف الذي أنت تستجيب له ثم هذه العقيدة هي التي تملع عليك أن تنظر كيف تنظر في الأدلة الأدلة لا يمكن أن تأخذ الأشياء بالتشهي أن يقول الإنسان الشريعة هذا جائزة للمقتضيات لأن هناك تطورات العصر وهناك تطورات العصر نراحلها لا بد لا نهملها ولكنها ليست مصدر مصادر الشريعة تطورات العصر هناك مصادر أو أشياء تحدثنا عنها مثلا نتحدث عن المصلحة المصلحات لكن المصلحة ليست المصلحة لأي واحد لذلك كان عندنا هناك من كتب في ضوابط المصلحة إذ مصلحة بضوابطها أما الذي ليس له مصلحة المصلحة التي ليس لها الضوابط إيها إيها الفوضى لأن كل من فعل شيء كانت له فيه مصلحة حتى من إقطاع الطريق على الناس عندهم مصلحة بشي عيش ولده يمخن فما كل مصلحة يمكن أن يقال بها في الشريعة الإسلامية هذا الفرق بين الاجتهاد الفقهي المؤسدي على قواعده وعلى مستجمع لشروطه الكلام العادي الذي تذهب به الرياح غالبا الذين يتحدثون خارج هذا يتبوتون على شيء يقول كل ما اليوم يقول هذا قرآن ناقض إذن هذا فهذه مسألة هذا الأمر الذي اهتم به ابن رشد وقدم للناس هذا الكتاب وأنا أظن أنك حينما تقرؤون على الأقل في الجزء الأول ستلاحظون أن هناك نفسا خاص نفس خاص في الفقه ليس أحكام العادية نهاكذا بل له هذه المراحل التي يقول لك لا بد من اهتمام بعقيدة لا بد من اهتمام بمصادر الاستنباط والتأكد منها والتمكن منها ثم بعد ذلك نتحدث عن الفقه وحين أيدي يمكن أن يقع الخلف الفقه ليس من الضروري أن يوافق كل واحد ولكن إن وافق من وافق أو خالف من خالف فبدليل يوافق أو بدليل يخالف وبهذا تحصل طمئنان الفقه يجب أن يكون فيه طمئنان أن لا يكون فيه هذا النوع من النزق أن تقول شيء أنتم ترجع عنه غدا لتقول للناس كنا نضحكوه فقط